السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اهلا بكم اصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة النهاردة هنتكلم عن طريقة زيادة الوزن باستخدام الشوفان ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة برجاء الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو اهلا بكم يعد الشوفان احد اشهر انواع الحبوب والتي يتم استخدامها في كثير من دول العالم وذلك من اجل الاستفادة من العناصر الغذائية التي يحتوي عليها حيث ان كوب واحد منه كفيل ان يكون بتزويدك بالكالسيوم والبروتين والدهون الصحية وكذلك يمدك بالكربهويترات والالياف وقيرها من المواد التي تحتاج اليها وكذلك يعمل على مساعدتك في التخلص من الكوليسترول الضار ويساعد في ضبط مستويات السكر في الدم وكذلك ضغط الدم ويساهم الشوفان في زيادة الوزن ولكن بصورة صحية حيث انه يحتوي على العناصر الغذائية الهمة للجسم كما انه سهل الهضم ومن فوائده لزيادة الوزن ما يلي اولا اضافة الحليب والسكر اليه يساهم في زيادة عدد السعرات الحرارية حيث ان كوب واحد من الشوفان المطهي يحتوي على 160 سعر حراري ولكن مع اضافة العسل والحليب يصبح به حوالي 300 سعر حراري كما ان هذه الوجبة تحتوي على البروتينات والحليب والذي يعمل على تقوية وزيادة حجم العضلات ثانيا يساعد ايضا في علاج مشاكل الهضم ويعمل على تخليص الجسم من السموم ويخلصك من عصر الهضم وغيرها من الاسباب التي تؤدي الى فقد الوزن كما انه يقوم بمنح الجسم الكثير من المواد الغذائية التي يحتاج اليها ثالثا اضافة البروتين الى الشوفان يساعدك في زيادة الوزن بصورة صحية حيث انه مع البروتين يساهم في زيادة الكتلة العضلية لدى الشخص لانه يحتوي على الاحماد الامينية التي تعد هامة جدا في زيادة الانساجة العضلية كما ان الشوفان مع الحليب والمكسرات يساهم في زيادة الوزن بصورة سريعة ويوجد الكثير من الوصفات التي تساعد على زيادة الوزن باستخدام الشوفان ونبدأ اولا بوصفة الشوفان وزبدة الفول السوداني حيث تساعد هذه الوصفة على زيادة الوزن بصورة سريعة حيث انها تحتوي على الكثير من الصعرات الحرارية ويمكن ان نقوم بتحضير هذه الوصفة بطريقة سهلة ووسيطة اولا نقوم باحضار زيادة الفول السوداني والتي تتميز بوجود نسبة كبيرة من الدهون وبعد ذلك يتم اضافة زيادة الفول السوداني الى الشوفان المطحون ويتم خلط المكونات معا وذلك للحصول على ما لا يقل عن 180 صعر حراري ويمكن اضافة الشوكولاتة او قطع جوز الهند من اجل زيادة القيمة الغذائية والصعرات الحرارية ثانيا وصفة الشوفان بالمكسرات والفاكهة وتعد هذه الوجبة غنية بالعناصر الغذائية الهمة جدا وتمد الجسم بالبروتينات والامجسري والاحمض الامينية وتعمل على بناء الكطلة العضلية وزيادة الوزن ويتم تحضيرها عن طريق احضار كوب من الشوفان مع 2 كوب من الحليب كامل الدسم ويتم طهي الشوفان لمدة 5 دقائق وبعد ذلك يتم اضافة المكسرات والفاكهة المجففة ويفضل وضع الكثير من التين واللوز ويمكن ان يتم اضافة العسل فهذه الوجبة تحتوي على حوالي 500 صعر حراري لذلك هي كفيلة بزيادة وزنك بصورة سريعة ثالثا وصفة الشوفان مع النشا وجوز الهند وهذه الوصفة من الوصفات المميزة حيث ان الشوفان مع جوز الهند يعطي نكا مميزة ويمكن تحضير هذه الوصفة بسهولة عن طريق احضار كوب ونصف من الشوفان مع اتنين ملعقة من السكر وكوب ونصف من جوز الهند مع بكت من الكريم كراميل وملعقة من النشا واللبن البودرة ومسحوق الكاكاو وطريقة التحضير نقوم باحضار كوب من الماء ونضع فيه ملعقتين من اللبن البودرة والسكر والفانيليا وبعد ذلك يتم تحميص الشوفان ويتم اضافة جوز الهند حتى يتغير اللون الى الزهبي ثم يتم اضافة جوز الهند بعد ذلك يتم وضع الكريم كراميل في وعاء عميق ويضاف إليه ملعقتين من الكاكاو وكوب ونصف من الماء ويترك الخليط حتى تمام الغليان بعدها نقوم بصب الخليط على خليط الشوفان السابق تحضيره ويتم خلط المقادير جيدا ويتم تناولها والآن نأتي إلى القيمة الغذائية للشوفان حيث يعد من الحبوب الكاملة الهمة جدا للجسم ويعمل على حمايته من الأمراض المختلفة ويساعد الجسم على التخلص من نسبة كبيرة من الكولسترول وكذلك يساعد في حماية الجسم من السرطان حيث أنه يحتوي على مضادات الأكسادة والتي تقوم بمحاربة الجزور الحرة وتعمل على قتل الخلايا السرطانية كما أنه يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات ويحتوي أيضا على كمية من الكالسيوم والحديد والفسفور ومجموعة من الألياف والكربوهيدرات والبروتين والدهون غير المشبعة والآن نأتي إلى أضرار الإفراط في تناول الشوفان حيث يعد الشوفان من العناصر الغذائية الهمة ولكن يجب أن يتم تناوله في الحدود والكميات الطبيعية حيث أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى مجموعة من المشاكل مثل الإصابة بعصر الهضم أو الإصابة بالانتفاخات والغازات والتهاب القولون وقد يسبب إصابة بالتهيوج الجلدي لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية الغلال كما أنه يجب عدم تناوله من قبل الأشخاص الذين يعانون من النقرس وفي نهاية حلقاتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وترك أراءكم في التعليقات